بسم الله الرحمن الرحيم هناخد بقى في الفيديو ده الطول الطبيعي او الرنج الطبيعي او المعدل الطبيعي للطول عند الاطفال الرضع بالذكور اول سنتين من العمر شهر بشهر. تابعوني. ابي ما نشوف الفيديو تعملونا اشتراك في القناة ومتنسوش تفعلو زر الجرس عشان تشوفو الفيديوهات بتاعتنا اول باول. عشان نحدد طول الطفل الرضيع بناخد رنج معين. مش طول محدد. يعني هنقول عندي سن اه الشهر كزا هنقول الطول الطبيعي بيبقى من من الطول كزا للطول كزا. لو ابنك وقع في الرنج ده معاد ده معناه ان هو طفل طبيعي. لو بعد عن الرنج ده كده معناه ان هو طفل غير طبيعي ويجب استشارة الطبيب. اول حاجة الطفل عند سن يوم. اقل طول طبيعي بيبقى ستة واربعين سنتي. الطول المتواصل بيبقى خمسين سنتي. اعلى طول عند سن يوم بيبقى خمسة وخمسين سنتي. يبقى الرنج ده الطول عند سن يوم للاطفال الرضع الزكور من ستة واربعين سنتي لخمسة وخمسين سنتي. الاطفال الرضع الذكور عند عمر تلات شهور اقل معدل للطول بيبقى سبعة وخمسين سنتي المتوسط بيبقى واحد وستين سنتي اطول طول بيبقى خمسة وستين سنتي عند تلات شهور يبقى الرنج الطبيعي للطول للاطفال الذكور عند سن تلات شهور من سبعة وخمسين سنتي لخمسة وستين سنتي الاطفال عند سن ست شهور اقل طول بيبقى تلاتة وستين سنتي. الطول المتوسط سبعة وستين سنتي. اطول طول اللي هو اتنين وسبعين سنتي. يبقى الرنج الطبيعي للطول الاطفال الذكور الرضع عند عمر ست شهور من تلاتة صنتي حتى اتنين وسبعين صنتي. الاطفال الرد 갈 الذكور عند سن تسع شهور المعدل للطول طبيعي هو سبعة وستين اطول المتوسط بيبقى اتنين وسبعين سنتين. اعلى معدل للطول بيبقى سبعة وسبعين سنتين. يبقى الطول الطبيعي او الرينج الطبيعي لاطفال الذكور عند سن تسعة شهور من سبعة وستين حتى سبعة وسبعين سنتي. الاطفال عند عمر سنة اقل معدل للطول بيبقى واحد وسبعين سنتي. الطول المدوسط بيبقى خمسة وسبعين سنتي. اعلى معدل للطول بيبقى واحد وتمانين سنتي. يبقى كده الطبيعي للاطفال الذكور عند سن سنة بيبقى واحد وسبعين سنتي حتى واحد وتمانين سنتي. الاطفال الذكور عند عمر خمستاشر شهر او سنة وثلاث شهور اقل معدل بيبقى اربعة وسبعين سنتي. المعدل المتوسط للطول بيبقى تسعة وسبعين سنتي. واعلى معدل للطول بيبقى اربعة وتمانين سنتي. بكده المعدل الطبيعي عند سن سنة وثلاث شهور من اربعة وسبعين حتى اربعة وتمانين. اطفال الذكور عند عمر سنة ونص اقل معدل للطول طبيعي هو سبعة وسبعين سنتي. الطول المتوسط الطبيعي بيبقى اتنين وتمانين سنتي. اعلى معدل طبيعي للطول بيبقى سبعة وتمانين سنتي. يبقى المعدل الطبيعي للاطفال الذكور عند عمر سنة ونص بيبقى من سبعة وسبعين سنتي حتى سبعة وتمانين سنتي. الاطفال الذكور عند عمر واحد وعشرين شهر او سنتين الا تلات شهور. اقل معدل للطول بيبقى تسعة وسبعين سنتي. الطول المتوسط بيبقى خمسة وتمانين سنتي. اعلى معدل للطول بيبقى تسعين سنتي. يبقى المعدل الطبيعي للاطفال الردع الذكور عند سن سنتين الا تلات شهور. بيبقى تسعة وسبعين سنتي حتى تسعين سنتي. اخر حاجة الاطفال الردع الذكور عند سن سنتين. اقل معدل للطول بيبقى واحد وتمانين سنتي. الطول المتوسط يبقى سبعة وتمانين سنتي. اعلى معدل للطول بيبقى تلاتة وتسعين سنتي. يبقى معدل الطبيعي للطول عند الاطفال الردة الذكور عنده عمر سانتين من واحد وتعملين سنتي حتى تلاتة وتسعين سنتي. كده قلنا لكم المعدل الطبيعي للاطفال تقريبا شهر بشهر. الاطفال الذكور الردة. فانت كل على حضرتك ان انت هتخش على الفيديو وتشوف عمر طفلك وتشوف الرنج بتاعه. ويا ريت بعد تلات شهور تخش على الفيديو تاني وتشوف هل معدل طفلك بيزيد ولا بيقل. عشان لو الطفل عنده مشكلة هتلاقي ان المعدل بتاعه من الاول قصير او ان هو كان في معدل كويس وبدأ ينزل عن الكرف يعني مسلا لو جينا طفل مسلا عنده عمر ستة شهور وكان معدل الطول بتاعه اه في اللي هو المتوسط اللي هو سبعة سبعة وستين سنتي لو جيت بعد تلات شهور اللي هو عند تسعة شهور ولقيت الطول بتاعه بقى اقل في المعدل بقى مسلا اول اقل حاجة في الطبيعي بقى عن تسعة شهور سبعة وستين سنتي زي ما شرحنا كده معناها ان طوله بيقل لو جيت تلات شهور اللي بعدهم اللي هو عنده عمر سنة ولقيت طوله اقل من اقل من المعدل القليل الطبيعي للطفل اللي هو عند سنة اللي هو واحد وسبعين سنتي كده معناه ان هو عمال ينزل في الطول اكتر واكتر كده علامة خطرة لازم استشارة الطبيب عشان نلحق عشان نلحق نكتشف السبب ونعالج الموضوع لان معظم المواضيع يا جماعة لها علاج وسهلة العلاقة. فياريت اه اللي عنده صاحبه اللي عنده صاحبته اللي عنده قريبه يمنشله او يخليه يبص على الفيديو عشان يشوف الطول الطبيعة بتاع الطفله هل هو مناسب لسنه ولا مش مناسب لسنه. ولو حد عنده استفسار يسيب آآ كومنت آآ او يعلق لنا في آآ على الفيديو واحنا هنقابوه ان شاء الله بزرعة. شكرا.